قررت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بالنشر طائرات مقاتلة متطورة ومدمرة صواريخ في الإمارات لدعمها ضد الهجمات التي تنظمها الجماعة الحوثي وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن الوزير لويد أوستون أبلغ ولي عهد أبو ضبي أن بلاده تتخذ مجموعة من الخطوات لدعم الإمارات حسب ما نقلت صحيفة ديهيل الأمريكية وضفت أن ذلك يشمل إرسال مدمرة الصواريخ الموجهة USS Cole التابعة للبحرية الأمريكية ونشر طائرات مقاتلة من جيل الخامس لموجهة تهديد الحالي من الحوثيين